اهلا بكم من جديد مشاهدين في حلقة جديدة من الحدث اليوم ستكون الحلقة مقصومة إلى القسم الأول مع الضيفي الوكيل القانوني لبانك أسجي بيال المحامي ألان بوظاهر وعند الحادية عشرة سيكون ضيفي أيضا عضو تكاتل لبنان القوي النائب جيمي جبور صباح الخير استاذ ألان الحمد لله كان لفت البارحة ادعاء النائبة العام الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون على بانك سوسيتي جنرال على رئيس مجلس إدارتها أنتوني الصحناوي على كل من يظهره التحقيق في جرم تبييد الأموال مع سندا إلى مواد متعلقة وذلك أيضا متعلق بالامتناع عن تقديم المعلومات حضرتكم أصدرت بيان هذا البيان أكدت فيه أنه لم تتبلغون وفي شوائب عديدة تفاصيل أكثر يعني أنا تبعت هذا البيان وتبعت أيضا أنه كان موجه إلى بانك لبنان والمهجر وليس إلى بانك سوسيتي جنرال أولا ما هي الخطوات القانونية وهل توصلتم مع القاضية غادة عون وثانيا الآن ما هي الخطوات القانونية بعد هذا الإدعاء وأنتم ماذا ستقومون به أولا بشكرك على استضافتي لتوضيح المسألة القانونية وبحصر أجوبتي بالشئ القانوني لها الموضوع بالنسبة لهذا الملف بانك سوسيتي جنرال ما كانت تبلغ أي شيء بهذا الموضوع باستثناء نهار الخميس بـ 16-2 بتمرق دورية أمنية على مركز البانك وبتلزق ورقة دعوة على أحد الجدران وبتدعي لرفع السرية عن حسابات رئيس وأعضاء مستدارة بانك لبنان والمهجر وبتدعي على جلسة بـ 15-2 بالوقت للورقة علقت بـ 16-2 بالليل دورية من أمن الدولي بترجع بتمرق بتحط أنه جلسة نهار الجمعة بس بدون ما تعدل مضمون التبليغ وبترجع ذات الدورية بتمرق الساعة عشرة بالليل بترجع بتفك التبليغ وبتاخده وأيزم نسمع بالإعلام نهار الجمعة أنه في تحضير للدعاء على مصر في سوسيتي جنرال وأنه هل حيصيرها الشيء نهار الثانيين وبالفعل مثل العيدين إحنا الثانيين تبلغنا بالإعلام علما أنه نهار جمعة طلعنا على مكتبة الرئيسي غادعون قدامنا مذكرة وضحنا لكل هالمسائل أنه نحن البانك بحالة إضراب التزامة بقرار جميع المصارف وهذا الشيء بكرس له حقه بالأنون والدستور وأنه اليوم ما في إدارة عم تشتغير لا يقدروا يسمعوا على مطالبة مع التحفز طبعا أنه هي مطلوب ردة ومقدم بوجهها مدعاية دولة وما بتتبلغ من سنة ونصف ما بنقدر نبلغها عنا عشرات وعشرات التبلغات وإخيرا دخل رئيس أول ما حاكم جبل لبنان الرئيس حلو وأخذ قرار وحاكمها الرئيسي غادعون لا تتبلغ جوابته أنه هي ما بتتبلغ إلا ما يتبلغوا بقية المدعين اللي هن 15 شخص ما بنقدر نبلغهم طبعا اللي هن دايما منهم موجودين يعني موجودين على كل حال هذه التبلغات كل حدا بيقدر ما يتبلغ يعني وصلنا لنقابة المحامين لأموة زمن محامين وما عم بيقدروا يوصلوا لقالهم ليبلغون من ثانية ونصف شي بيتحول أو بهددوا أنه يتحول على المجلس تأدي بأنه بالنتيجة ما بنقدر نبلغون وأصلا أنونا هي ما بيحق إلا تحط شرط أنه أنا ما بتبلغ إلا ما يتبلغ غير طرف حضرتها قاضية وهي تعرف بالأنون ومفترض تكون مثال وقدوية بتطبيق الأنون وبالتالي تتبلغ ممكن هالطلب الرد ينربح ممكن ينخسر إنما حقه للمصرف وهذا حال كل المصارف قدموا طلبات الرد ما تبلغت ولا طلبات الرد والرئيس حلو أخذ قرار خطة قال أنه هيك صراحت لي رئيسي غادعون أنه ما بتتبلغ لما يتبلغوا الجهة المدعية نعم ما قدرتوا تتوصلوا معي مباشرة أبداً ما في مجالة إنما حطيت مذكرة بألمة وسجلت كمان عادت عن أنه مشكل بتسجيل يعني هذا شغل جديد بضعة جديدة ما فينا نسجل طلبات ما منقدر نعطي الطلب رأم ليه الحكم مبرم يعتبر هنا ما في حكم في ملاحقة بدأ ملاحقة من هذه الملاحقة مبرمة يعني ما منقدر منطلع على الألم منحكي لموظفين ما بدك تعليمات من الرئيسي عنها لتقدر تسجل طلب يعني أبسط حقوق المتقاضين أنه يوصل على ألم ويسجل طلب أبوه المرفوض موضوع تاني بس يسجل طلب نحن ما منقدر نسجل طلبات عندها النهارجا ما قدرنا سجلنا طلب استثناءا وضمننا كل هالمعطاية كيف بدرتوا سجل كانت ما وصلت يعني مش عن طرق مختلفة لا 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 بالألم لا 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 على الموظفين أنه ما بيجوز ما بيحقلكون فقالوا لي لحنسجل الطلب بس بدك ترع أنت تراجع فيه واستلموا مساعدة لرئيسي غضعون وفهمت بعدين أنه قانونا هذا الاستدعاء نظرا لأنه فيه شوائب بقلبه بيكون ساري بيكون ساري ساري يعني ساري المفعول لو أنتوا موجود يعني التوجه ضمنا لهذا الاستدعاء لبنان والمهجر لا لا ما بدك تتبلغ أصولا وتعرف شو بده القضاء وإذا قاضي مطلوب رده وهي قاضي مطلوب رده بهال ملف تحديدا ما فيك تتجاوى بقانونا قبل ما ينبت بطلب الرد الخطوة التالية اللي رح تقوم فيها القانونيا تقوم بها القاضية غادعون شو هي تجاهكم ما بعرف شو عم تحضر هي بس بعرف أنه مصر سوسيتي جنرال عم بيدرس كل الخيارات هو عنده شبكة تتبع له شبكة مصارف هونو بالخارج وعم بيصير فيه أضرار بالسمع الخارجي وعم بتأثر والبنوك المرسل عم تسأل يوميا لأنه الرئيسي عم تدعي فورا بجرم تبيض أموال وهو جرم كتير حساس بالمفهوم المصرفي العالمي وبيؤدي لقطع علاقات بنوك المرسل مع البنك اللبناني هلأ مصرفنا كونه مصرف متشعب وزات علاقات ومساهمة أوروبية وفي عنده عدة أبعيد هالي المواضيع ما عم بتأثر هالأد بالموضوع لأنه عم بتتولى الدوائر الأنوني بالبنك توضح للجهات المصرفية العالمية شو هي حقيقة هذه الدعائت إنما فعلا فيه أضرار والبنك عم بدرس خطوة ملاحقات هون وبالخارج اليوم كان في مقابلة للأخبار مع القاضية غاد عون اللي قالت أن إقدام على رفع الدعوة أتى بعد تحديد مهلة أخيرة للمصارف غير المتعاونة والتي تمتنع عن تقديم الداتا المطلوبة في التحقيق حول استفادة مجموعة من المصارف من قروض بواسطة مصرف لبنان بقيمة 9 مليارات دولار وتبديد هذه الأموال واستفادة بعض مجالس لإدارة الشخصية منها وتحويل الدولارات إلى الخارج باستنسبية بهذا المقابلة تتحدث عن سبع بنوك تجاوبت والباقي البنوك اللي أنتم منهم يمكن لم تتجاوبوا هذا بروسدور طويل يعني منه اليوم مبارح أولا حضرتها قاضي وما بحق إلا تصرح بملف في سري تحقيق بهالطريقة بالأعلى وأكيد هي بتعرف هالموضوع ووصوله بس هلأ تخطينا هالموضوع نحن صرنا أبعد من هيك تاني شيء البنوك اللي تجاوبت مش مظبوط أنا سبعة وهني فعليا مصرف أو مصرفين تصرحوا أنه هني عندهم النية بس فعليا ما منعرف إذا فعليا قدموا واستندات صراحة ما منعرف نعم يقال أنه أحد البنوك قدم والتاني عام بين ويقدم من البقية لا ما عندي فكرة عن موقف البنوك اللي عم تتفضلي فيها نعم وتتحدث أيضا عن أنه رئيس مجلس إدارة البنك أنتوني الصحناوي يقوم بنوعا ما لقاءات في باريس تحدث أنت أنه محاولة ربما حل هذا الموضوع هل فعلا تحاولون حل هذا الموضوع دوليا ولكن جبهتم بالرفض ما عندي معلومات بهذا الموضوع إنما بدي أجاوبك على موضوع قصة أنه مصرف سوسيتي جنرالي عم يحول مصاري أو ما عم يحول مصاري كل هذه الأمور وسبق صارت من قيام ملف ميشايل مكتف الله يرحمه هذه الأمور موجودة ومصرف لبنان لجنة الرقابي على المصارف وهذه التحقيق عندهم المعلومات بدقة وموجودة بدقة ما بتصير الأمور بالشكل اللي يقدموها إنه عم بيحولوا وعم بيعملوا ممكن يكون فيه طبعا تحويلات ضمن عملية تجارية منظمة وواضحة ومعروفة وفيه عدة أمور ممكن تكون صايرة بس إنه كلها عندها الصفة القانونية والصفة التنظيمية الصحيحة بدليل إشراف لجنة الرقابي هذه التحقيق الخاصة ومصرف لبنان بكافئة أجهزته على عملية المصارف وهي دي قانونا مصرف لبنان بيشرف على عمل المصارف نعم ما بنقدر اليوم نطلع بتصاريح نتهم كطاع مصرفي بعمليات مشبوهة ونحطه بموقع تجاه النظام العالمي إنه هو كطاع عم بيرتكب أعمال مخالفة للأنون ويحط والقضاء اللبناني يحط الكطاع المصرفي اللبناني بهالموقع شو بيترك للأجهزة الرقابية الخارجية تقول الأجهزة الرقابية بتقلع من الأجهزة نحن بواقع على كل حال هذا الموضوع موضوع المصارف موضوع أموال المدعين وإلى آخره يعني وصلت للعالمية مع هذا الوقت القضاء الذي وصل أوروبي وصل من الخارج بناء على كتب من عند الرئيسي غادعون هذه كلها الملاحقات بلشت بناء على شكاوى ومطالب وكتب مبعوطة من القضاء اللبناني إلى القضاء الأوروبي بس ما بيمنع فيه حق إذا كان فيه صلاحي وفيه موافقة من القضاء اللبناني نحن مصر في سوسيتيت جنرال مثلا ما عنده أي مشكل بأي تحقيق من أي جهة قضائية أو إدارية أو تنظيمية بأي ملف وبأي موضوع فيه اعترافات بشوائب معينة أو رائق موجودة كل الحقوب موجودة نحن فيه عداوي شديد بين مصر في سوسيتيت جنرال والرئيسي غادعون وهذا شيء عمره سنتين من أول نزاع نحنويها وجربنا نبلغها كمحامين عدة مرات ما كنا نقدر نبلغها طلبات الرد فاليوم كيف بده يوسع يعطيها مسندات بهذه الحساسية ويتأكد أنه ما تروح بالأعلام اليوم نحن كل شيء نتبلغه من الرئيسي عون هو بالأعلام عرفنا بالإدعاء نهار التنين نهار الجمعة بالأعلام التنين عرفنا بالإدعاء من وراء الأعلام بيكفي تفوتي على ويب سايت مجموعة أو شخصيات معينة بتعرف المسار القضائي كيف يمشي سياسيا يعني أصدق تاب على توجهات سياسيا ما بعرف ذلك سياسيا بس في أشخاص معينين هن المحامي عقل فيك تفوتي بتقدري تعرف في وين رايحة بعد جمعة بعد جمعتين بعد شهر بأي مليحة عبر أنك تفوتي بس ما مطلوب تعامل مجهود أكتر ما أنك تفوتي تقري نعم على وسائل التواصل تعرف رح تقوموا فيها نحن مقدمين عدة طلبات رد مثل ما قلت لحضرتك ومداعيات دولة بحق الرئيسي مقدمين شكوى على تفتيش القضاء مقدمين حتى شكوى جزائي قدام نياب العامة التمييزية مقدمين طلبات لمدة عامة تمييز أنه حضرته مدة عامة تمييز سبق وأخذ قرار بنفس الملف نعم وحصر وأخذ الإشارة للأجهزة الأمنية بجزء من هالملف بموضوع شحن الأموال بين نياب العامة التمييزية أو نياب العامة المالية قدمنا له طلب أنه استكمالا للأرار الصادر عن حضرتك بتاريخ 28-23-2022 هذا الملف إن وجدت شبهة ما أو توجب تحقيقا ما هذا أختصاص نيابة عامة مالية حسب الأنون المادي 19 واضح 100% ما في لبس فيها بس هذا الأرار يأخذوا مدة عامة تمييز ما في سلطة تأخذوا بالدولة اللبنانية غير مدة عامة تمييز يعني القاضي غسان عويدات طبعا نعم توصلتوا مع القاضي غسان عويدات في هذا الإطار أو مع رئيس الحكومة مع رئيس عويدات ما قدرنا طلبنا موعد ما استقبلنا نعم أنا طلبت كوكيل قانوني مثل ما بتابع شغلي ما استقبلني بس قدرت خدت موافقة منه أنه يسجلي طلب بالألم لأنه كمان تسجيل طلبات بالنياب العامة التمييزية كمان صعب أو مش مش ما فيك تسجلي طلب إذا ما بتاخده موافقة من المدعام تمييز نعم يعني بجميع الأحوال بيقدر يسجل إذا صار يعني طلبتوا هذا الموضوع خدنا موافقة منه من حضرته وفاعلنا سجل طويلة بال خدنا موافقة شفاهية يعني عبر الرئيس الألم وفاعلنا لقدرنا سجلنا الطلب اللي ما منعرف شو ما صيره نعم هل تتخوفون من تدعيات هذه القرارات بالداخل أولا على الداخل اللبناني والمودعين اللي عندكن طبعا هذه القرارات ما معقول ما يكون اليوم إلى تأثيرات على المصارف بشكل عام مع الشعب اللبناني اليوم أي شخص لبناني بدفتح حساب ببانك أوروبي أو أمريكاني عنده مشكلة قانوني لأنه اليوم أول شغلة بيقولوله في مشكل مصرفي عندكن في كطاع مصرفي عليه علامة استفهام عم بتصير الأمور قانونيا صعب أصعب وأصعب وبيعفوا أكيد معظم الأشخاص اللي بيتعاطوا به الأمور أنه اليوم فتح حساب بأوروبا أو بأمريكا من المستحيلات والحسابات الموجودة هي عم بيجري قفال عديد منها هذا شيء معلومات معروفة و يعني كل العالم تعرفها شيء نعم من الذي سيتأثر أكثر في هذا الموضوع يعني الداخل كمدعين في الداخل على كل حال المدعين في الداخل مؤثرين والقضية غدعون يمكن حمل لواءهم بالدرجة الأولى مشان هيك تواجه شخصيا ولكن في الخارج أيضا من سيتأثر أولا في الداخل اللي سيتأثر كل يعني كل الاقتصاد لأنه اليوم النمو المطلوب اللي يرجع يقلع الاقتصاد هو بده يكون عبر وجود مصارف موجودة وتقدر تكون موجودة وتسلف الاقتصاد والاقتصاد يمشي العجل الاقتصادي ويقدر يعمل نمو وبالتالي تتحرك العجل الاقتصادي اليوم تشلي أكتر وأكتر هذا الكطاع بغض النظر عن الأخطاء الموجودة وبغض النظر عن المشاكل اللي صايرة بالكطاع المصرفي واللي هي منها خفية على حدا بس إنما اليوم ما بيكون العلاج أنه تكفي تقضي على الباقي متبقى من هال الكطاع المصرفي وتنهي نهائيا كيف بيرجع من قطاع مصرفي مستحيل هل برأيك هكذا خطوات ممكن أن تدمر قطاع مصرفي وممكن أن تدمر لبما على الطلاب في الخارج ربما على الناس اللي عندهم مصالح خارجية طبعا اليوم نعاني يوميا من مشاكل بهذا الموضوع اليوم ممكن حضرتك تحطي بحسابك المصرفي 2000 دولار وتحولية المصرف المراسل بالخارج يطلب يتأكد هو من نوعا حضرتك جبت 2000 دولار وما بقع يتكل كثير على المصرف اللبناني لأنه بالنسبة لأقلهم مصرف اللبناني هي في علاية شبهة طبيعي الأموال بالنسبة لأقلهم طبيعي الأموال أنه كل المصاري بتجي منهم لبرة هي مصاري احتمالة تكون مصاري موسخة وبالتالي عم بيعملوا هن موجب التدقيق والدراسة لكل تحويل ومع الوقت ستكون الأمور أصعب كثير دعون أنه بآدار الـ 2021 هي سبق أن أصدرت مذكرة بحث وتحري في حق رئيس مجلس إدارة البنك بعد تمنعي عن حضور جلسات الاستماع إليه تتعلق بعمليات مضاربة على الليرة كيف كانت تورر في أحكام مبرمية بهذا الموضوع بتأكد أنه اللي تقوله مش مظبوط صدر أرارات بهذا الموضوع مبرمية وهذا تصريح ما إلو أي أساس قانوني للأسف يعني قانونيا ما في شي بهذا الإطار بالعكس قانونيا في تبرئة من هالموضوع لأنه المراحة قبلها شهد بنياب العام المالية نعم مع القاضي علي إبراهيم طبعا وجارة تحقيق طويل عريض وطلع أرارات بهالموضوع وتقارير وتأكد أنه كل ما تتفضل فيه مش مظبوط حكالحال لمن عملت البلاغ بحث وتحري كان الدولار بوقت بركي وقت تبلشت ملاحقة الرئيس علي إبراهيم كان دولار بـ 1200 ليرة يعني وقت تبلش النزاع هذا النزاع 1200 أو 2300 فشو بده يكون فيه مضاربة كان الدولار بـ 1200 اليوم نحن بـ 80 ألف مش مظبوط علما أنه بهالنزاع تبينت توضح الموضوع ومش مظبوط كل هلأ عم بيسألك عن نقاط لأنه كان واضح أن المقابلة تتحدثت مباشرة عن الـ SGBL التي قالت أنه أحد المصارف المستفيدة من سخاء حاكم مصرف لبنان بقيمة مليار ونص مليار دولار يعني اليوم قاضي بده يصرح موضوع بده يكون عنده إثباتات لأنه ما في إثباتات يمكن أصدع على الهندسات المالية اللي صارت في 2016 وشتغلوها 3 أربعة بنوكي في لبنان واحد منهم بس الأرقام منها هيك وتاني شي هذه الأرقام ما نحطط بمتناول يد البنوكي مثل ما هي موضوع تقني وصعب مش أنه الأرباح اللي عملتها من وراء الهندسات المالية المصارف ما نأخذت للمصارف نحطط بحسبيتها بمصرفين اللي نعرف كلنا بالنتيجة وين صار نعم في حال يعني حضرتك عم تتحدث أنه هناك خطوات قانونية يستقومون بها لمواجهة هذا الأمر حماية للبنك في الداخل والمودعين وأيضا في الخارج هل هناك إمكانية لربما لجنة تحقيق مثل لجنة التحقيق اللي وصلتها الأوروبية اللي زارت ممكن أكيد يعني صار فيه استماع بالسوسيت جنيرال لهذه اللجنة وتواصلت معكم هل هناك إمكانية لإضاح هذه النقاط أو لأقل التدخل أو تطالبون بتدخل دولي نحن لا نحن نعتبر أن القضاء اللبناني هو سلطة قائمة وسلطة فيها أضاة كفؤين وقادرين ومطلعين وقادرين يمسكوا أي ملف منه ملف أمن دول لواحد يطلب خبرات معين مش موجودة في لبنان إنما لا ملف قادرين الأضاة ونحن مثل ما لحضرتك مستعدين نفتح كل كيودنا وكل مستنداتنا قدام أي تحقيق قضاء وسبقوا وفتحناها بالملف لحضرتك تتفضلي في قصة المداربة فتحنا كل كيودنا بلمح البصر من مطلب قضاء نفتح نفتح ونفتح 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 كل المعطيات التي عطيناها مع مراجعة تانية التي يتأكد من لقائها مطابقة 100% طبعا بانك بيهتمد معايير أوروبية بالعمل نعم نحن من هنا نرجع نقول مستعدين نفتح أي معطيات وأي كيود لا القاضي غداعون لا باستثناء القاضي غداعون لوجود العداوي الشديدة بينها وبين مصرف سوسيتي جنرال تحديدا منقول لأي سلطة عندها صلاحية يعني القضاء نعم بيعرف هو أي مراجعة قضائية عندها الصلاحية وإذا كانت صلاحية صلاحية بعبدة نعم عنده هالبانك مشكل مع القاضي غداعون في القضاء ينتطب قاضي تاني وين المشكل ما بيعرف حدا يحاكم بانك إلا الرئيس غداعون هون السؤال بالقلب إذا اليوم في شبهة خليه يمشي التحقيق مع قاضي تاني ما في مشكل ساعتها بيشوفوا إذا منعتق أو لا إنما حصروا بمحل معين هو واضح أنه النتيجة اللي منقراها مسبقا بوسائل التواصل اللي احنا نخلصها بالأحكام دايما الدعاءات وكل الإدعاءات ما بتجي إلا إدعاء بجرم تبيض أموال اللي هو الجرم المؤذي دوليا للمصارف يعني ما في جرم بتدعي فيه إلا تبيض أموال نعم هو مقصود على كل حال هذا الجرم طبعا وعم بيسبب الأضرار الكبيرة تحدثنا كنا عم نتحدث تحت الهواء أنه هناك خطورة على لبنان كنظام مصرف طبعا كنت عم بشرحلك أنه اليوم إذا حضرتك بتعملي بتطلبي من البنك يحط لك بحسابك لفريش أكاونت ألفين دولار وتحوليهم لأحد أولادك أو أختك بأوروبا لا تدفع قصة جامعتها نعم صفى البنك الأوروبية اليوم عم بيطلب هو يحقق من وين حضرتك جبت الألفين دولار ما بقى يعتمد كثير على التحيات تبع المصارف اللبناني لأنه ماعتبر أنه هالاتهامات بطبيئة الأموال عم بيعتبر هالكيطاع ما بقى بمحل أنه موثوق موثوق فيه أنه تحيياته ما كل حال قضايا مرفوعة في دول أوروبية يعني القضايا مرفوعة بالرعب ولحضرتك بناء على مطالب داخلية من اللبنانية مش مشكلة ما بتعنينا هذه القضايا بس أنه بحالتهم الحالات التي تتفضل فيها هي مرفوعة بناء على تحركت بمطلب لبناني نعم كنا نتحدث تحديدا عن ربما سيما أو بالأحرى المصرف اللبنانية ما بعرف أقل التعبير مصرفي أكتر أنه في خوف أنه ينوسم على لبنان تحديدا من ناحية انهيار القطاع المصرفي كليا أو أنه برجع بقلك هل ملاحقات بهالشكل وهل نوع من الإدعاءات عم تحط عم تحط لبنان وفي خطر أنه يعلن بالمنطقة الرمادية من ناحية الشفافي بالعمل المصرفي وهذا سيكون له تأثير خطر جدا على الكطاع المصرفي وعلى الكطاع التجاري كامل عن كفة الشركات العاملة في لبنان لأنه سيصير مصدر أي أموال مطلوب تحويل لأستيراد أي بضائع مصدر مشبوه أنا أشكرك المحامي على أن بوظاهر الوكيل القانوني لبانك سيتيج على الإزبائل ومشاهدين بهذا نأتي إلى الختام القسم الأول بعد الفاصل نكون مع نائب جيمي جبور عضو ذكاته لبنان القوي بقوا معنا اشتركوا في القناة